خليني أرحب بفنان الحقيقة في الأسبوع الأول من رمضان من خلال مسلسل يوترن قدر يعمل هو كمان يوترن ويقدر أن الناس تبدأ تتكلم عليه وتقول مين هو ده فنان أيمن القيسوني في الضيافة التاسعة خليني أتعرف عليه عن قرب وتعرفه أيمن أكتر لأنه هو عمل أعمال كتير جداً الحقيقة مختلفة لكن يمكن دوره النهاردة في يوترن في الدراما مختلف شوية يبان أنه أجريسف لما دخل علي كده لقيته لطيف جداً دنيا هادية وحلوة فقلت طب مل إيه اللي حصل مساء الخير يا أيمن يعني منوّرنا عشان كده شلت قلت الباديكايد ممكن يمشي طيباتك خلاص قلت له ممكن يمشي لا لا بجد يعني ما هو كتير برضو إيه يعني أنت تبان في المشاهد وأتمنى أن إحنا نشوف مشاهد حتى بتتحرك كده لو إحنا نتكلم شوية المسلسل تبان أن أنت طالع في دور الزوج الشكاك طول الوقت وده زوج مرهق قوي جداً ما هي ببقى هي واضح أن هي كانت تبانة أصلاً حتى في التصوير من الشخصية دي بس أقول في الأول أن دي الشخصية بعيدة قوي عن شخصية أيمن بلد عن شخصية كنت يعني أنت ممكن بقى ساعات عصبي بس لا ده الواحد وهو بفقري بيتوتر أن هو بجد شكاك ومش بس شكاك هو قبل الشك هو إنسان مش عايز مراته يكون عندها أي حياة غير معاه هو يعني لأ اللي هي عارف اللي هي تتنفس من خلال الحدود اللي هو عاملها بس بس الشخصية دي موجودة عن فكرة طبعاً كتير وتلاقيها الطول الوقت لازم يشوف موبايل ران تبقى هي قلقانة الحياة حصلت تبقى هي قلقانة يعني احنا هنا شايفين المشاهد دي حد المشاهد طبعاً بين حياة ريهام حجاج وكل الكاست بس يعني أنت كمان عندك أداء يعني رغم الأداء اللي فيه زي ما بنقول كده أجريسيف أو يعني شراسة شوية بس المشاهدين مبسطين منك الحمد لله مش مندايقين منك يعني بس هو لا أنا بالعكس أنا عايز الناس تبقى متدايقة مني متدايقين من الشخصية من الشخصية متحبيناك أنت كممثل الحمد لله فلو أنا قدرت أوصل في كذا الشخص قالولي على فكرة أنت غلز جداً وأوبر بالعصبية فكرحتنا فيك من الأول فدي حاجة كويسة معناها أن أنا عرفت أوصل للشخصية الصح ومش بس مع ريهام كده هو مع أخته كمان مع أخته كمان من النوع اللي هي برضو ممكن نقول للمجتمع العربي ممكن برضو تكون بتعمل حاجات مش مناسبة بالنسبة لناس كتير فهو دارس في أمريكا بيقول هنا مامته برضو لبنانية بس في الآخر هو راجل عربي ومش عايز الحاجات غير التقردية تكون في بيته طب قولي بقى أنت في الحقيقة عندك نفس التشابه في حاجات كتير أنت برضو دارس بره مصر صح ومامتك برضو لبنانية صح بس مش متجاوز ريهام حجاج متجاوز برضو متجاوز وحدة لبنانية وحدة لبنانية وأعتقد نسرين هي موديل أصلا نسرين X for cats وموديل وبتمثل وأكيد أمر